واحدة من الديفينيشنز الاساسية اللي احنا لازم نعرفها في الستاتيستيكال الفيزيكس هي عبارة عن اه ازاي نفرق بين المايكرو ستيت والمايكرو ستيت المايكرو ستيت معناها كل المعلومات عن السيستم يعني لو بكلم على الجاس موليكولز يبقى لازم اعرف البوزيشن والفولوسطي بتاعت كل واحدة من الموليكولز دي اوكي وعشان ابقى بعرف كده المايكرو ستيت بتاعت اقى ان انا اعارف المايكرو ستيت انما لو انا بتكلم على مايكرو ستيت لا بتكلم على المالات ا lightweight properties لو بتكلم عن المسال جاس موليكولز انا باكس بتكلم على ان انا عايز اعرف كم واحد موجودين ناحية اليمين وكم واحد موجود ناحية عمال ودات صد مش محتاج بقى ان انا اعرف كل واحد من الجاس موليكولز mana gets pada 2 وصرأيته قد ايه اه كمثال تاني لو انا عندي مثلا مجموعة من الالعاب او مجموعة من اللعب موجودة في او بتاع اضط BR مثلا. فلو انا بتكلم علي. should be aware about the Echo State بتاعة العالب دي. بتاعة مجموعة اللعب دي. يبقى لازم نكون اعرف كل واحدة من اللاعب دي موجودة فين بالزبط في الاوضة. يلازم اقول الحدثيات بتاعتها. موجودة في الاوضة فين بالزبط. اوكي? لو بتتكلم عالم Micro State يعني معنا كده. عايز اعرف دي القضة مترتبة ولا يعني متخبطة. 빨리 up or miss. يعني لو انا لذوقتي بكلم على اللاعب دي انها موجودة كده في جنب�� كده ومحطوطة جنب بعضه كده. دي كده يبقى القوضة دي مرتبة. لو اللعب دي يعني توزع على القوضة كلها يبقى معنى كده هي متلخبطة. اوكي? لو اعتخالت مسلا ان انت دلوقتي عايز تسأل على القوضة دي اذا كانت مترتبة او عايز اعرف الحالة بتاعت القوضة دي. هل حد فينا يبقى محتاج يعرف مكان كل اللعبة فين بالزبط? ولا يكتفي ان القوضة مترتبة ولا مش مترتبة? اوكي? طبعا اكيد ماكرو ستيتس بتبقى براكتيكالي هي الحاجة اللي احنا يعني في الواقع بنحتاجها. وهي دي الحاجة اللي في الاخر بنكتفي ان احنا نعرفها بنسبة للسيسم بتاعنا. لو احنا بصينا على المسال بتاع الجاس بوكس بشكل اعمق شوية. هتخيل دلوقتي ان احنا عندنا مجموعة من البرتكالز موجودة في نص الجاس بوكس دوت. وفيه موجود بيفصل النص اليمين على النص الشمال. اوكي? لو احنا صادن لي ريموفد الفيزيكال بورتيشن اللي موجود هنا ده. اللي يحصل طبعا الجاس بوكس دي بده ما كانت هنا مضغوطة ويعني فيه منها عدد كبير قوي هنا. هيبقى فيه بالنسبة لها اماكن تانية تبطيط تتواجد فيها ناحية اليمين. يعني معنى كده انا دلوقتي اكيني زودت مايكرو ستيتس. لو احنا فكرنا ان مايكرو ستيتس دي منها البوزيشن بتاع البرتكالي نفسه. فمعنى ان انا دلوقتي خليت ان يبقى فيها عندي اماكن متاحة لكل واحدة من البورتيشن دي معنى كان هتبطيط تتوزع عليها مش بس اللي كانت اصلا فيها. طبعا احنا عندنا الاحتماليات اللي تبقى موجودة. طبعا احتمال المنطقي اللي احنا كلها متوقعينه يبقى هنا قدي هنا بالزبط. زي ما احنا كنا شوفنا قبل كده في في البينامي الديسيبيوشن ان هو البينامي الديسيبيوشن احنا شوفنا من شوية. بس طبعا يعني كون ان يبقى فيه احتمال ان يبقى كل موجودة ناحية الشمال او كلها موجودة ناحية اليمين. احنا كنا شوفنا البينامي الديسيبيوشن ان هي يعني مش يعني ما هيش بروبابل بس ما هيش لها زيرو بروبابلتي. في فرق ان انا اقول ان الحاجة انلايكلي وفي فرق اقول ان الحاجة دي امبوسيبل. اوكي? فاللي بيحصل عندنا هنا من المثال البسيط قوي ده ان احنا بنقول ان احنا عندنا كل الحالات اللي ممكنة لها بروبابلتي محددة وبتختلف في البروبابلتي دي من حالة الحالة. طبعا الحالة بتاعت ان يبقى فيه هنا قد هنا. ودي طبعا اللي نتوقعها من سيسم زي كده. بقى بقى سميها ودي طبعا الحاجة اللي بتوقع انها تكون الحالة اللي موجودة هنا دي رغم ان هي يعني ممكن اقول ان هي مش متوقعة الا ان هي يعني برضو ممكنة بس ممكنة بروبابلتي ولا يلا. في الاستاتيستيكا الفيزيك ما بكلمش على ان الحاجة دي ممكنة ومش ممكنة. لا. بتكلم على الحاجة دي التي بتاعتها كم. اوكي. كل الاحتماليات اللي موجودة بتبقى لها اوكي. والاختلاف في ده هو ده اللي ممكن يفرق معي ان الحاجة دي تتحقق ولا ما تتحققاش. طبعا لما بتكلم على انها تكون قليلة. لو بتكلم مسلا على واحد في المليون مسلا. اوكي. لو انا بتكلم ان انا دلوقتي بالوقتي بقيس الاياس بتاعي ده عشر مرات. يبقى واحد في المليون ده ان هو يطلع. انما لو بقيس الاياس بتاعي ده 1000 مليون. لا ده ممكن يطلع. ده لايك اللي يطلع منه 1000 مرة. فالنقطة ان احنا بنتكلم على فيه احتماليات بالشكل ده كده. شكلها ممكن تبقى بالنسبة لنا ما هيش ممكن في الاخر ان يحصل ان يبقى لها قيمة. لما يكون الاعداد اللي احنا بنقسها بتبقى ضخمة جدا. وده على فكرة الكونسبت اللي وورا الMRI. احنا اتكلم عليه ان شاء الله بعد كده. لو انا عايز ا specify microstates والmicrostates. المايكروستates بحتاجة اعرف كل حاجة عن البارتكيلز عن كل بارتكيل باسيكلي يعني. فالبارتكيلز دي عادة بتعرف بحاجة اسمها كوانتوم نومبرز. اوكي. كوانتوم نومبرز دي معناها انا دلوقتي يعني البارتكيل بتاعي ده او المولكي البتاع ده في انهي بالزبط. اوكي. لو انا عايز اتعرف مايكروستات كلها الموجودة في سيسم يلازم كل واحدة من البارتكيلز ابا معرف لها كوانتوم نومبرز بعدها. لو بتكلم عن ماكروستات. لا محتاجة اعرف حاجة اقل شوية. بحتاجة عرف all of the external parameters. زي مثلا temperature, pressure, حاجات زي كده. وبحتاجة اعرف total energy بتاع السيسم بتاعي. لازم اعرف الاتنين. مش بعرف واحدة بس يعني مش ده او ده. لا ده لازم الاتنين يكونوا متعرفين عشان اقول الماكروستات بتاعتي كلها متعرفة. موسيقى